الفيديو ده من إنتاج وحدة إذكاء الاصطناعي في بوابة مصر الآن الفيديو ده فكر فيه الكاتب الصحف الكبير الأستاذ أشرف مفيد بعد ما نشرت دكتورة سوزان القليني رئيسة لجنة الإعلام في المجلس القومي للمرأة فيديو خطير جدا عن تعرض البنت دي لحادث حريق مروع بعد ما استخدمت البلونة العادية بتاعت احتفالات عيد الميلاد اللي كل الناس بتستخدمها دكتورة سوزان رصدت من خلال لجنة الإعلام الحادث اللي تعرضت له البنت دي وبالتالي أستاذ أشرف عمل على طول فيديو إيجابي يقول للناس على المخاطر والخطورة ونتمنى الشفاء يا رب للبنت ويا رب يحفظ كل الناس من أثر لاستخدامات السيئة كل حاجة في حياتنا ليها كذا جانب في الاستخدام خلوا بالكم من نفسكم وشوفوا الفيديو ده واستفيدوا وانشروه